النهاردة بدأ التوقيت الصيفي خلاص من الساعة 12 بالليل الساعة تقدمت 60 دقيقة بقت ساعات النهار أطول طبيعي الناس كده هتاخد يومين أو ثلاثة لحد ما تتعود على التوقيت الجديد طبعا مش إحنا بس اللي بنتبق التوقيت الصيفي في معانا أكتر من حوالي 87 دولة حوالين العالم بتطبق التوقيت الصيفي لأسباب كتير زي مثلا زيادة الانتاج النهار الطويل بيساعد على أن الناس تبتدي شغلها ساعة بدري ويكون عندها وقت كافي أنهم ينجزوا الشغل السبب التاني وده سبب مهم جدا كمان هو توفير الطاقة سواء بقى كانت كهرباء أو غاز طبيعي تحقيق فعلا منا الصيف معروف أنه بتم فيه استهلاك طاقة أكتر بتكون فيه الأحمال الكهربائية أعلى علشان كده الناس لما تبدأ يومها إن شاء الله بدري بتقل ساعات الليل وبيقل معها استغلال واستهلاك الكهرباء يمكن فيه دراسات كتيرة بتقول أن التوقيت الصيفي بيوفر حوالي 10% من استهلاك الطاقة كل يوم أكيد كلنا في الفترة الأخيرة عرفنا أهمية الحفاظ على الطاقة وأهمية التعامل مع ترشيد الموارد المختلفة فبقى سواء كانت موارد متجددة أو موارد غير متجددة فكرة الترشيد في حد ذاته دي حاجة مهمة جدا إن شاء الله الناس تقدر تتعود بسهولة وبسرعة على التوقيت الجديد يمكن اللغباته بتبقى أول يوم بس في أن البعض بيبقى حاس أنه واخد عدد ساعات نوم أقل وبرضو من الحاجة اللطيفة أنه بيبقى يوم خميس وتاني يوم بيبقى يوم جمعة الناس بتبقى أجازة فما حدش بيتأثر قوي في النوم هي بتبقى حاجة بسيطة على تاني يوم كل الناس بتكون إن شاء الله قدرت أنها تثبت يومها من جديد مرة تانية بنصبح على حضراتكم بالتوقيت الجديد صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر شكرا